الحمد لله أقارب للبيع سبحان الله من ذلك إذا اشتري أقارب تحمل سما قاتلا من هو ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما لعنى العقرب قال الراوي بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ذات ليلة إذ لدغته عقرب فقال لعنة الله على العقرب ما تركت نبيا ولا غيره وكأن من يسمعني يقول ومن هو الغبي الذي لا عقل لا يشتري أقارب ويدخلها بيته ألا يخشى أن تصيبه لدغة كرمية بسهم تفقده حياته أو تفقد حياة من معه في البيت من أهل وولد مع أن العقارب وما شاكلها من الحشرات ومن دونها كالنمل والصراصير حرام واش رأوها هذا الكلام لغز محير لا يعرفوا للمتحدث وكأن المتحدث يريد أن ينبهنا إلى أخطار كالعقارب دخلها بيوتنا فتلدغنا لدغ العقارب أو أشد فتميت ديننا فيا ترى ماذا يريد أن يقول وما هي العقارب المعروضة للبيع اسمع أقول من العقارب من العقارب التي يشتري أغبياء الناش خداهم الله الخمر والمخدرات التي تفقد الدين وتفقد العقل حتى وجد من زنى بأمه وأخته وأبنته وقتل نفسه وقتل غيره بلا جناية تذكر لذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث الخمر وحرمتها معلومة في الشريح حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وفي بطنه أو في مثانته خمر لقي الله كعابد وثن ومن العقارب الشجائر وهذه العين العين محرمة خبيثة مجلبة للأمراض القاتلة وعلى رأسها السلطان ولا فائدة فيها تذكر غير الأمراض والرائحة الخبيثة التي تأذى منها الملائكة وإنفاق المال في هذا الحرام المدخل مسؤول عما ينفقه يوم القيامة مسؤول عن هذا من العقارب شراء المعازف وشماع الأغاني مصيبة الأغاني مصيبة في الأمة والحديث ليكون أن من أمة قون يستحلون الحرة والحريرة والمعازف يمسخهم الله قرده وخنازير فاشمعوا يا أهل الفن يمسخكم الله قرده وخنازير إذا لم تتوبوا بلى يا أذن لا تسمعي غير الهدى أبدا فإن استمعك للأوزار أوزار وكم من مدمن الأغاني ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله عند الموت فتأمل خسران المبين كم واحد يقال له قل لا إله إلا الله ويغني عند الموت انظر إلى الخسارة من العقارب من اشتري التماثيل والصور المحرمة وادخلها بيتها فهذا يمنع من دخول الملائكة يمنع من دخول ملائكة البيوت وإذا امتنعت الملائكة من دخولها دخلتها الشياطين وآذت أهلها من العقارب شراء الكلاب بدخلها البيوت وهذه أيضا تمنع الملائكة من دخولها وفي الحديث من أمسك كلب غير كلب صيد وماشية انتغس من أجرك اليوم قيرات وفي رواية لمسلم قيراتان كل يوم والقيرات مثل جبل أحد من الحسنات فتأمل من العقارب الموذية جدا وفي معنى شراء العقارب بخذ الخروض الربوي التي يحارب الله بها وهي مجلبة للسخط الله ولعنته وغضبه ومجلبة للفقر والأوجاع ونزع البركة وهي أحدى الموبقات الخمس المهلكات التي يجب التوبة منها ومن غيرها من المهلكات والذنوب أيها الناس لا تقتلوا أنفسكم بهذه العقارب التي تلدقكم ليلة نهارا ولا تلخصوا دينكم بشراء هذه العقارب وغيرها وتوبوا إلى الله يتوب عليكم والحمد لله رب العالمين ومن تاب تاب الله عليه